خيبة أمل كبيرة بشأن المعتقلين منذ البدء كان الأمل ضائرا لدى المئات من عائلات وذوي المعتقلين في السجون السرية للميليشيا الإنقلابية لكنه على ما يبدو قد تبدد إثر الجمود المقلق في هذا الملف الذي ينظر إليه المراقبون على أنه النقطة الأكثر سوادا في الانتهاكات المصاحبة للحرب العدوانية الميليشيوية على الشعب اليمني من بين أكثر الاختراقات نجاحا التي تباهى المبعوث الأمم إلى اليمن بإنجازها في مشاورات الكويت التي دخلت أسبوعها الرابع هو الذي حققته لجنة المعتقلين والمخفيين قصريا لكن اختراقا كهذا يبدو أنه أحيل إلى آلية شديدة تعقيد من الترتيبات التي حولت ملفا إنسانيا كهذا إلى موضوع شائك ومعقد في معادلة الصراع على الرغم من وضوح القرار الأمم رقم 2216 نحو ربع مدة العشرين يوما قد انقضت دون أن تظهر الميليشيا جدية في إنجاز التزاماتها تجاه قضية شكلت منذ مشاورات بييل السويسرية أحد خطوات بناء الثقة التي تبنى عليها المشاورات المؤدية إلى حل كامل للأزمة اليمنية الممارسات القمعية ما تزال على حالها في السجون السرية للميليشيا حيث يقبع آلاف المعتقلين من السياسيين والكتاب والصحفيين والناشطين ومناهضية الإنقلاب الميليشيوي كان النصيب الأوفر من القمع والتنكيل والتعذيب من نصيب الصحفيين لا شيء أسوأ من الخذلان خصوصا ذلك الذي يأتي برسم الانتصار للمعتقلين كما تحاول بعض المنظمات القريبة من الميليشيا عمله هذه الأيام على الرغم من ادعائها الحيادية والمهنية إحدى هذه المنظمات أصدرت مؤخرا تقريرا قدمت من خلاله توصيفا مشكورك في نزاهته بسبب التحجيم المقصود للحالات المنتهكة من قبل الميليشيا فبينما يقبع في سجون الميليشيا آلاف المعتقلين لم تتحقق تلك المنظمة سوى من نحو 53 حالة اعتقال تعسفي و27 حالة اختفاء قسري حاملات الاعتقالات لم تتوقف حتى اليوم في مؤشر على بقاء هذا النوع من الممارسات مفتوحا على أسوأ الاحتمالات على الرغم من انعقاد الهدنة واستمرار مشاورات الكويت موسيقى موسيقى